اشهد الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالعلاقة الاخوية التاريخية وشراكة السياسية والدبلوماسية الوطيدة والنموذجية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم واخي خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله ورعاهما جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لفريق عمل لجنة التنسيق السياسية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني والاجتماع الاول للامانة العامة للمجلس والذي عقد برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد الخليفة للجانب البحريني وسعادة الدكتور سعود بن محمد الصاطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية للجانب السعودي حيث تم استعراض مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والشراكة الاستراتيجية الشاملة في ضوء المبادرات المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حفظهما الله حيث ركز فريق عمل لجنة التنسيق السياسي في اجتماعه الثاني على مناقشة التقدم المحرز في مجالات المشاورات السياسية وتنسيق المواقف في التصدي للتدخلات الخارجية ونبذي الفكر المتطرف فيما تابعت الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي البحريني توصيات ومبادرات اللجان الفرعية الخمس والإنجازات المحققة على صعيد تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات اشتركوا في القناة